ضلعار مجينا إذا كنت الوضع سيبقى مرمي على عواهنه قيس عيد سيبقى في المربع اللي هو فيه ويسعى ويحارب إلى آخره سحب الثقة منه غير ممكن على الأطلاق نظرا لغياب المحكمة الدستورية والفصل القانوني الدستوري اللي موجود فيه الخطأ الجسيم والخطأ الجسيم معناها فيه ثلثين وثلثين مئة وخمسة وربعين صعوبة كبيرة بعدها محكمة دستورية ويلزمها أوتوماتيك هذا غير ممكن فبش يبقى الشد والجذب بش يبقى قايم وعلى رأس الشعب هدايا اللي هو يعاني من كل شيء الآن وهناك منحة خطير أيضا وهو معاملة رئيس الحكومة الحالي وهو على رأس وزارة الداخلية للشارع والشباب والناس هذا ما ينجم حتى حد ينجح فيه أنك تعسكر وتكبس وتحيل هي رسائل كذلك هي رسائل لكن ابن علي كان عنده مجلس النواب كامل مش مئة واربعين كان عنده وزارة الداخلية كامل كانت ثم عقيدة كانت ثم حزب فيه زوزم